احبائي ان التجسد هو عقيدة جوهرية وخلاصية عقيدة اتحادية بل واساسية لخلاصنا جوهرية لانها اساسية وحكمية لخلاصنا وهذا لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن التفريط فيه فالمسيح تجسد من اجل خلاص الانسان فالسؤال كيف نخلص بدون الفداء مكتوب الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح وكيف يفدينا بدون سفك دم وموت الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة مكتوب وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا ثم كيف يموت بدون تجسد فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشتركه ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعطق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية ثم خلاصية لان كل الغرض من التجسد هو حل قضية الفداء المعقدة لينوب عن البشرية في تقديم الانسان الكامل من اجل خلاصنا ثم اتحادية اي حلول ملء اللهوت جسديا في الانسان كما هو مكتوب فانه فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا وانتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان ثم ليفتح الطريق لسكن الله في الانسان يا لغنى حكمته يا لعمق محبته حقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر